نفذ عمال مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت أمام مبنى إدارة كهرباء المنورة وقفة ضامنية تطالب الحكومة بدعم وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانعيسلم بن يومين وتسهيل مهام عمله وعدم وضع العراقي لأمام تنفيذ خطط تحسين وضع الكهرباء بالمحافظات المحررة تأتي الوقفة استجابة لدعوة المجلس التنسيقي للنقابات عمال كهرباء الساحل للتضامن مع الوزير بن يومين وفي الوقفة رفع عمال المؤسسة لافتات تستنكر دور الحكومة في دعم قطاع الكهرباء والطاقة لما من شأنه انتشال الوضع الراهن للكهرباء للتخفيف من معاناة الشعب اشتركوا في القناة